وبالتالي كارتيرون اللي ذكرت حضرتك أنه هو مدير فني على كفاءة كبيرة هو عقده بحسب العقد المبرم أنه يستمر للموسم اللي جاي فهل بعد نهاية الموسم بيتم تحديد الموقف ولا هو كده كده مكمل للموسم اللي جاي لا كارتيرون مثل كارتيرون يعني أنا كحسين لبيب رياضي يعني حسن مش كرئيس لجمة المؤقتة من أعلى المدربين كفاءة في مصر وفي الدول كلها يعني في العالم فعلا أنا الراجل دار تباطي في الثلاث شهور السابقين الراجل عنده فكرة عالي جدا منظم جدا جدا كل حاجة عنده محسوبة بيدي كل الناس وضعها تماما سواء اللاعبين أو الجهاز المساعد أو الجهاز الطبي الراجل فكرة عالي جدا في الملعب بيعرف يوظف لعبته كويس جدا فبالعكس يعني كارتيرون أنا شايفه أنه هو من أنجح الناس وقدر يعني يا جماعة برضو خلينا نقول هو مشكلة اعتباطة يعني مستر كارتيرون في 25 يوم أو 27 يوم المعسكر احنا كلنا شفنا اللاعب ينجل زمالك نسب بباعد المعسكر يعني الراجل ده لم يحضر المعسكر الأول اللي هو بتاع الأدد لأنه نجف نص الموسم بالزبط كده إنما الإعداد اللي عمله يعني نشوف كلنا الوقت يحمد المسلوح يعمل ازاي يعني كل الناس حتى المزعين والناس كلها بتقولك ده لعب غير اللعب يعني فعلا لا فيه ولاد كتير في الملعب أو يعني اللعيب الكبار بتوعنا آسف إن أنا بقول عليهم ولاد بس دول زي ولاد يعني بقى كلمة مفهومة طبعا النمع زي ولاد يعني لأ يعني اللعبين بتوعنا عندهم بياخبة الدنيا ممتازة والرجل بيحلل علميا بجلد يعني وبناء عنه الراجل مستمر مع الزمالك الموسم المقبل طابعا